كابتن أيمن مستمرين معاك والكلام عن وليد سليمان والكلام عن لعبين النادي الأهلي أنا أيضاً هينضميلي في أزيل أثناء جوكر من الجواكر الجديدة في الكرة المصرية وفي النادي الأهلي باكرايت موجود، زهير أيصر موجود، مساك أو زهير ثالث أيضاً موجود في نص الملعب موجود كريم فؤاد، كريم خلينا رحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي تحيات كابتنا في الستوديو التحليلي كابتن أيمن شوقي، كابتن شريف عب منعم، كابتن علاء مايهوب، كابتن قصام عرابي، كابتن رحمة بلال وأعيز أشيب بك على أداءك كريم فؤاد، واحد من اللعيبة اللي في وقت من النادي الأهلي بيحتاجه في أي مكان بيكون موجود تحياتي لك وتحياتي لك كابتن في الستوديو والله العظيم يعني الحمد لله أنا بوجود مع النادي تحت أي وقت وتحت أي ظروف وفي أي مكان الكوتش بيقول اللي ألعب فيه وألعب فيه والحمد لله يبقى أدي فيه وده يعني الحمد لله ميزة وحياة كويسة والحمد لله أن أنا قادر أفيد النادي في أي وقت أو في الوقت اللي هو بيحتاجني فيه كريم أكيد أنت حاسس بزعre الجماهير النادي الأهلي وعارف أنه دائماً طموحاتنا ودائماً هدف جماهير النادي الأهلي أو أي فرض داخل منظومة النادي الأهلي المركز الأول أكيد حاسس بزعre للجمهور حابب تقول ليه للجماهير وإحنا بنختم موسم إحنا خسرنا فيه الدوري حابب تقول ليه الجمهور النادي الأهلي والله وإحنا كان طموحنا أننا نفوس بكل البطولات بعد النادي الأهلي يعني في كل البطولة بنشارك فيها بس هي كانت ظروف وحاجة خارج إرادتنا كلنا طبعاً ما كانش حد يعني يقصد أنه هو يأثر أو أنه هو يبخل بنقطة عرق كلنا تعبنا كلنا اكتهدنا بس التوفير ما كانش موجود معنا وإحنا أكيد حاسين بزعر الجمهور وإحنا كمان كلنا زعلانين وكلنا حاسين أنه وإحنا ضيقنا من عندنا حيات كتير وإن شاء الله يعني ربنا يوفنا في اللي جاي وإن حق كل حاجة يعني افتقدناها الموسم ده إن شاء الله كريم فؤاد واحد من نوعيات اللعيبة لما دخل النادي الأهلي سريعاً اندمج مع اللعبين هي روح كويسة من كريم فؤاد أيضاً الروح اللي موجودة مع لعاب النادي الأهلي أنا بشوف الروح دايماً في السفريات في المبارات بنشوف في روح حب دايماً ما بينك وما بين لعاب النادي الأهلي يا كريم لا طبعاً اللعيبة كلها كلنا أخوات مع بعض وكلنا يعني في روح حلوة من أول ما جاء النادي أصلاً فيه لعاب اكتبها في النادي الأهلي كنت تعرفها من بره النادي من قبل ما جاء النادي فأنا حسناً أنا جاي أصلاً مش على لعابة غريبة ولا أن أنا جاي لعاب جديد أنا اللعيبة دي كلها أصلاً شفتها بره وتعاملت معها بره النادي قبل ما جاء النادي فأول ما جاء النادي ما حسيتش أن أنا جاي نادي جديد أنا اللعيبة دي كنت موجود معاها وكنت أصلا بشوفهم برا فدخلت كأن الناس دي شوفتها كلها وتعاملت معها كلها وكأن واحد ومعهم أصلا نصطهم مش جاي جديد عليهم فدي كانت حاجة حلوة وبرضو احنا كلنا دخلنا مع بعض في الأجواء على طول فالحمد لله كريم النهاردة هتاف الجمهور وجود جمهور النادي الأهل وانتخسران الدوري أعتقد بشيلكم مسؤولية أكبر يعني احنا لازم نفرح ونسعد الجمهور ده الفترة اللي جاية وأيضا شوفت حالة الحب اللي احنا شفناها منكم النهاردة الواليد سليمان ومن جمهور النادي الأهلي شايف مشهد الجمهور ازاي وحابب تقولي الواليد سليمان طبعا الجمهور حاجة كويسة جدا ان احنا وقت ما بنقسر بيبقى موجود وقت ما بنقسر بيبقى موجود في كل الظروف هو موجود وبيدعمنا في كل الأوقات واحنا طبعا مقدرين زعلهم ومقدرين ان هم لحد الوقت لسا مسندنا وفي ظاهرنا حتى طبعا احنا خصفانين ومفنشين في المركز ما يلقش بالنادي الأهلي احنا دايما يعني دايما عايزين البطولة فبنعتزر لهم طبعا وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ونسعدهم كتيب الفترة اللي جاي بالنسبة للكابتن وليد سليمان يعني هو بصباحة هنفتخده جدا يعني ده من احسن الشخصيات اللي شوفتها في حياتي في الكورة يعني ومن انضف الشخصيات اللي عملت معها من اول مجينة النادي هو محسسنا اللعبة الصغيرة اكتر من اللعبة كبيرة كمان فهو كان يعني داعم لنا بشكل كبير في النادي في الفترة اللي أنا كنت موجود فيها يعني وانا قعدت معاه موسم بصراحة هو يعني استفدت منه حاجات كتبة جدا في الملعب وبرو الملعب وشخصيته وقت ما بنكسب وقت ما بنخسر وقت بتبقى محتاجين للم الدنيا هو دايما كان بيبقى ليه دور وكان دايما بيفوئ الناس وكان دايما يعني داعم لنا بشكل كبير جدا بصراحة هيوحشني جدا كابتن وليد وهنفتقده بصراحة شكرك يا كريم ونتمنى لكم ان شاء الله المسلم الجاي بدأ من مباراة السوبر ان شاء الله انتصارات كتير الفترة اللي جاي وطلق كتير جدا ليكم والجمهور النادي العلي بإذن الله يا حبيب كابتن رايما نداك اللقاءنا مع كريم فؤاد اللي قلنا عنه واحد من جوكر جديد للنادي الآلي ورسالة مهمة جدا للكابتن وليد سليمان اللي نهاردة شفنا مظاهرة حب سواء من الجمهور سواء من اللاعبين سواء من الجهاز الفني طبعا كل الشكر الوليد سليمان على كل نقطة عارق وكل الشكر الوليد سليمان على كل لحظة دافع فيه عن اسمه كيان النادي الآلي نتمنى له كل التوفيق فيه الفترة القادمة من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوقي وضيوفه الكرام شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح